اتعلمت هنا في قصة حقيقة من الحكايات والمشاكل اللي بجلنا انه زي ما فيه عقوق للأباء من ولدهم فيه كمان عقوق للأبناء من أباءهم وده اللي حصل في قصتك يا حياة انت واخواتك تعرضتوا الظلم وأنانية من أكتر حد المفروض يكون مصدر حب وتضحية وأمانة الأم بس هو مش الأم بس والأب كمان يا حياة بس هي اللي راجع وندمانة الصدمة من أقرب إنسانة لكم متكون صعبة فأهم مشاعرك أنه متخلط عنها مسألتش علينا راح تشوف حياتها متخيلة قد إيه ده سايب فيكي وجعة بس فيه نقطة مهمة أوي محتاجين نحطها في الاعتبار بعد إذنك إن الطبيعي إننا نحب الناس الكويسة الطيبة اللي عملت معنا مواقف حلو بس فين بقى الفضل والحاجة المميزة في حاجة زي دي ما الطبيعي اللي بيحبني هحبه واللي يعمل معايا موقف كده أنا أو أستجدعه أو يقف معايا هفضل فكرة هالو طب اللي يعمل معايا بقى موقف وحش ببعدو من حياتي وده الطبيعي اعتزل ما يؤذيك بس أحياناً وبده بجد مش كلامه وخلاص الأحلى والأجمل من الطبيعي بقى إننا قابل الإساءة بالأحسان أعفو عند المقدرة ودي قوة مش ضعف إنه يبقى عندك حق إنك تكره أو حد جي عليك قوي بس ما تكرهش بس دي مامتك مش أي حد يعني لأ مش إحنا إحنا معقولة إحنا لنحن نقلبك على مامتك كده مش فكرة لها حتى ولا حاجة حلوة وسمعتي كمان معانا فضلت الشيخ في المداخلة ومنه جزائي العفوين وإنتي اسمك حلو يا حياة حياة دنيا عيشيها بحلوها ومرها مش كلها وحشة وكلها حلوة مليانة فيها كتير شيلي من قلبك الحاجات الوحشة دي سامحي خليكي واثقة إن كرم ربنا في اللي جاي مش هتلاقي زيه مش هتلاقي عوض زيه سمعتي كمان كلام دكتور يهم معانا في الفقرة رفعتت وسمعتي كمان كلام فضلت الشيخ وأنا بحاول أتكلم معايك دلوقتي فممكن تفكري مع نفسك على فكرة أنت لو مش بعت الرسالة يبقى أنت قفلتي خلاص ومبتحباش أنت بعت عشان لسه عندك زرت شك أكيد مليانة حب بيش حد يعرف يكره مهمة ومهمة عمرت دي مهمتك بعدين مش ممكن تكون هيك جوزت وغلطت وندمينة ورجع تعرف أنت اليوم كان بيعدي عليها إزاي من غيركو؟ تعالي نجرب ونشوف وشان نخسر حاجة تسي جدعة وشان بعتلنا وفعلا بنشوف العجب هنا هستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملت إيه؟ واستنى من كل اللي تفرجوا علينا سمعوا قصة حياة يحطوا نفسهم مكان أنا كمان عايز أسمع لما الأم بتنفصل وبتتجوز مرة واثنين وثلاثة لأن أنا شفتها في الدنيا شفتها في وسط ناس حوالي إنه غزبنا عنها ظروفها وإحنا مش بنقول لا بس ظروفها ده بيعمل إيه في نفسياتكو؟ وانتيجوا نتعلم من بعد ابعتلنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب كمان وقالوا لنا عشتوا قصة زي دي طب تفتكروا حياة تشوفها ولا متشوفاش وحكموا ضميركم ونتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بقى أبطال تانين في قصة حقيقية باي باي موسيقى